بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن الأرقام والإحصائيات بعد هذه البطولة وتأهل منتخب مصر كمركز أول فائز بالبطولة متأهلا إلى أولمبيات توكيو سيف العام القادم في عام 2020 لذلك في هذه الفقرة برحب به الناقض الرياضي والمحلل الرياضي وخبير الإحصائيات الأستاذ الإعلامي أشرف زوف أستاذ أشرف أهلا بك منور الدنيا أهلا بك أستاذ محمد زحرتك أخبار حضرتك الحمد لله قبل أن أتترك في الحديث مع أستاذ أشرف زوف للأولمبيات الإفريقية اللي مصر ستطفطها تحت 23 سنة خلال الفترة الأخيرة في جزئية مهمة جدا محتاج ألقي الدق عليها بالنسبة للمرحلة القادمة لأن بعدما الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار بتعديل لموعد كاسر أمم الإفريقية للمحليين بدلا من إقامتها في شهر يناير وفبراير إلى إقامتها في شهر إبريل في العام القادم عام 2020 هيحصل تعديل على عدد من المباريات المتعلقة بألندال إفريقية في دور الأبطال والكونفدرلية هذا التعديل من شأنه أن يربك حسابات جدول الدوري العام المصري خلال الفترة القادمة حتى إذا لم يعلن الجدول بشكل رسمي حتى هذه اللحظة لكل المتابعين والمهتمين في القرى المصرية ولكن كاسر أمم الإفريقية للمحليين عندما كان مقرر إقامتها في شهر يناير وفبراير دوري المجموعات تم مد مساحة الوقت لإنهاءه في الأسبوع الأول من شهر مارس لكن بعد إجراء تعديل على هذه البطولة سيتم تعديل جديد أيضا على الأندية الإفريقية ومسابقاتها في دور الأبطال إفريقيا وكاسر الكونفدرلية خلال الفترة القادمة لتقام المباريات الجولة الأولى 30 نوفمبر الجولة الثانية 6 ديسمبر زي ما احنا والجولة الثالثة في نهاية ديسمبر لكن سيتم ضغط السلاسة المباريات الأخيرة في دور الأبطال إفريقيا والكونفدرلية لتنتهي أول فبراير بدلا من أن تنتهي أول مارس هذا اندل بيدل على أن مباريات الدور المصري خلال الفترة القادمة عندما يتم إعلانها بشكل رسمي وعندما تتخذ لجنة المسابقات لتوقيت المناسب الإعلان هذه المباريات سيتم ضغط هذه المباريات وسيتم إنهاء الدور الأول بشكل جوير جدا على منتصف فبراير أو أول مارس وهو بالتأكيد سيكون له ظرف استثنائي ومد عدد من المباريات في الدور المحلي بالنسبة للمرحلة القادمة أيضا كمان هذا التعديل بالنسبة لأندل إفريقية سيربك الحسابات بالنسبة للمرحلة القادمة فيما هو متعلق بمباريات المرحلة الدور التمانية ومرحلة الدور النصف النهائي ستقام المباريات في الإسبوع الأخير من فبراير والإسبوع الأول من مارس بالنسبة لدور التمانية مباريات النصف النهائي سيتم تأجيلها إلى شهر خمسة بعد انتهاء كاسرهم الإفريقية للمحليين في الفترة من خمسة إلى تمانية وعشرين إبريل ثم المباريات النهائية التي تحدد معها إن شاء الله في الإسبوع الأخير من شهر مايو الهدف من الحديث عن هذا الموضوع مع كمان وضع في الحسبان مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات اللي هتلعب في تصفيات كاس العالم بداية من شهر مارس واحتمالية تغيير كاسرهم الافريقية في الكاميرون بدل ما ان تقام في الصيف عام 2021 وتقام في شهر يناير وفبراير بالتأكيد سيتم تغيير مواعيد التصفيات الافريقية للمنتخبات بدلا من اقامتها في شهر 8 حتى نوفمبر سيتم تبكير المواعيد حتى تنتهي التصفيات مبكرا قبل اقامة مباريات كاسر أمم بحوالي شهرين ثلاثة مساحة وقت الإجراءة القرعة واستعادة المنتخبات فبالتالي تغيير كاسرهم الافريقية للمحليين اربك حسابات الاجندة الافريقية وهو ما يؤثر على الاجندة المحلية بالنسبة للدور المصري في المرحلة القادمة يبدو بهذا التعديل يبدو وعندما سيعلن جدول الدوري سيتم يعني اعلان وتفسير كل هذه الامور بشكل واضح جدا يبدو اننا قادمونا بشكل جميل جدا على موسم استثنائي جديد كما حدث في الموسم الماضي ولكن هذه المرة بسبب تغيير موعد الاجندة الافريقية سواء لكاسرهم الافريقية للمحليين والتي تحدد رسميا معدها بدلا من يناير وفبراير الى شهر ابريل والجزئية التانية في انتظار تغيير معاد كاسرهم الافريقية في الكاميرون 2021 بدلا من شهر ستة وسبعة احتمالية كبيرة جدا ان تقوم في شهر يناير وفبراير من هذا العام وبالتالي تغيير الاجندة سيربك الحسابات في الفترة القادمة وسننتظر خلال الساعات القادمة موعد اعلان جدول الدوري لاستبيان وتوضيح هذه كل الموضوعات واملا بإذن الله ان شاء الله ان الدوري ينتهي مبكرا لكن كل هذه التغييرات للأسف من تغيير الاجندة الافريقية سيربك الحسابات وسيكون الدور المصري مقبل على موسم استثنائي اخر كما حدث في العام الماضي ده جرس انذار بالنسبة للمرحلة القادمة عشان ناخد بالنا من هذه التعديلات كيف ستؤثر على انتظام جدول الدوري المصري خلال الفترة القادمة سيد اشرف هو كان موضوع مهم عايز اتراحه بس للمشاهدين لو تحب تعقب عليه او نبدأ على طول نتحدث